اشتركوا في القناة وفد جنوب السودان لبحث الملفات الثنائية أكد وزير الخارجية سمح شكر حرص مصر على الاستمرار في المشاركة البناءة بمجال نزع السلاح وتطلعها لتقديم المزيد من الإسهمات من أجل إنجاح مؤتمر المراجعة القادم لمعادة عدم الانتشار النووية المقرر عقده في 2020 وخلال لقائه وكيلات السكرتير العام الممثل العليا للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح شهدت شكري على أهمية طلاع السكرتيريا بدور نشط في إطار الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر بما يخدم وجهود معالجة الاختلالات الأمنية القائمة في المنطقة بدورها شهدت المسؤولات الأممية بدور الهام الذي تطلع به مصر في دعم أجندة نزع السلاح بالأمم المتحدة معربة عن تطلعها لاستمرار التشاور الثنائية خلال المرحلة القادمة أكد بابا الإسكندرية وباترياركو الكرازة المرقصية قدست البابا تدروس الثاني أن افتتاح مسجد الفتاح العليم كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد عامين فقط من قرار إنشائهما يعد مشهدا فريدا جاء ذلك خلال لقاء نظمته وزيرة الهجرة نبيلة مكرم للبابا مع وفد من شباب الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج المقيمين في استراليا بحضور وزير الشباب والرياضة حيث شدد البابا على أن هدف هذا اللقاء هو خلق تواصل دائم بين شباب الجيل الثاني والثالث والجيل الأول الذي يعيش خارج مصر دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور جرجاش المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك من أجل حماية اتفاق ستوك هولم الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والحوثيين ورحب جرجاش في تغريدة له على تويتر بقرار الأمم المتحدة الخاص بتمديد وقف إطلاق النار مطالبا إياها بإدانة خروقات الحوثيين والضغط لانسحابهم من الموانئ اليمنية كما أضاف جرجاش أنه يجب منع المفسدين من الجهات الخارجية من عرقلة التقدم نحو عملية السلام مشيرا إلى إمداد إيران الحوثيين بطائرات من دون طيار في جنوب اليمن مع تأكيده على أن العملية السياسية وحدها قد تؤدي إلى إحلال سلام دائم في اليمن أعلنت الحكومة اليمنية تحفظها على نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية بمقرية في برلين تحت مسمى الحوار الاستراتيجية رفيع المستوى حول عملية السلام وأفاق الاستقرار في اليمن وذكرت وزارة الخارجية اليمنية أن الاجتماع جرى دون تنسيق أو تشاور مسبق مع حكومتها المعترف بها دوليا لافتة إلى أن مساعي إطلاق خطط الأمم المتحدة خارج مقرها الرئيسة تشكل تجاوزا وصفته بالمؤسف والذي لا يمكن تجاهله كدى المبعوث الأممي إلى سوريا جوير بيدرسون أنه سيواصل مناقشته حول مختلف جوانب عملية جنيف للسلام مشيرا في تغريدة له على تويتر أنه أكد خلال لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق على الحاجة لحل سياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة أضاف المبعوث الأممي أنه سيزور دمشق بشكل منتظم لمناقشة نقاط الاتفاق وتحقيق تقدم في تناول المسائل الخلافية عقد الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب اجتماعا موسعا مع رؤساء الأركان وقادت القيادة الوسطى عبر الفيديو كونفرانس لبحث خيارات الرد على هجوم من بيج الذي أصفر عن مقتل أربعة أمريكيين وقال مسؤول في البنتاجون أن ترامب يرغب في رد عسكري على الهجوم الذي اعتبره كبيرا من جهة أخرى أكد نائب الرئيس الأمريكي مايكا بانسا أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في عملية الانسحاب من سوريا إلى الخبر الأخير حيث قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزامي أنه ثمت فرصة متاحة للتوصل إلى طريقة الاتفاق حول خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي مؤكدة عزمها على التوصل لاتفاق بشأن بريجست وضعت ماين وابا البرلمان إلى وضع المصلحة الشخصية جانبا العمل بصورة بناءة معا لإيجاد وسيلة لمتابعة عملية الخروج وذلك عقب فوزها بثقة مجلس العموم في التصويت على حجب الثقة من حكومتها احتم الموجة السلامة من الله عليكم ورحمة الله وبركاته